موسيقى حزان الطلبة متابعي فضاية العراق التربوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله معكم رح نكون في درس جديد من دروس مادة الحاسب للصف الخامس إعدادي اليوم رح نتناول آن وياكم إن شاء الله الوحدة الثالثة الفصل الأول رح نكون بصفحة 87 ونأخذ مجموعة من الأمثلة ونأخذ مثال ومجموعة يحتوي على مجموعة من اللبنات اللي تستخدم للتعامل مع المتجهات حتى نكمل سلسلة دروسنا في شرح المتجهات وكيفية التعامل معها في لغة سكراش طبعا المثال موجود صفحة 87 هذا المثال اللي دي شوفوا أمامكم ديقول هنا إنه خلي أكبرها شوية استعمل اللبنة المناسبة لإجراء العمليات الآتية على القائمة أشكال هذه استعمل خلي أكبرها بعد شوية استعمل اللبنة المناسبة لإجراء العمليات التالية على القائمة أشكال أنا طبعا بالبداية أنه راح بلغة سكراش أنه أسوي قائمة هاي القائمة راح يكون أسمها أشكال بهذه الأشكال طبعا راح أضيف مثلث ومربع ومستطيل خلينا نشوفها آنوا إياكم File New تح مشروع جديد طبعا هذا هو المشروع الجديد راح أروح على Variables وعندي هنا Make List داخل هذه Make List هنا راح أسميها أشكال فقط خلأ أسميها Control Arabic English هذه القائمة راح أسميها آني أشكال فقط أضف اللغة وارجع أشغلها من جديد لحظات Close أرجع أشغل اللغة ماتي من جديد خلينا نشوفها آنوا إياكم هذه اللغة راح أروح إلى Variables هذه اللي داخل شوفوها من ثم Make List راح أسميها القائمة ماتي أسميها أشكال أوكي بالشكل هذا اللي أنتو داخل شوفوه أشكال وراح أمطي أوكي ضفت هاي القائمة شو راح أسويه؟ أنا ممكن أنه أضيف المحتويات لهذا المتجه اللي اسمها أشكال أما من خلال هذه الزائد أو من خلال اللبنات اللي توفر ليها لغة سكراش طبعا أنا اللبنة اللي أنه ضيف لي العناصر إلى المتجه هي اللبنة اللي اسمها آد أنا من خلال الآد أقدر أنه أحدد المحتوى ماته العنصر راح يضيف ليها طبعا هو بالنهاية راح يضيف لي هاي العناصر بالنهاية بصورة متساسلة فهنا بالبداية راح أضيف خلي نشوف الكتاب آنوا ياكم حتى نكون إنه ما نخرج عن الكتاب مالتنا شنو موجود عندي عندي مثلث عندي مربع عندي مستطيل بالشكل هذا اللي أنتو داخل شوفوه مثلث ومربع ومستطيل إذن بداية أنا راح أكتب إهنانة هذي راح أكتب مثلث هذا هو مثلث مثل ما داشتشوفون هذا هو مثلث راح أضيف لبنة أخرى جبت آد أخرى وجبت آد ثالثة مربع هذا هو مربع بالشكل هذا والثالثة راح تكون عندي مستطيل هذه هي مستطيل مثل ما داشتشوفوها أمامكم هسأني إذا ردت أنه أضيف هذه العناصر اللي مثلث ومربع ومستطيل أنا ضفتهم عن طريق راح أضيفهم عن طريق الآد وش راح أسوي هنا كلهم ضفتهم كبلوك وحدة مثل ما داشتشوفون كلهم ضفتهم كبلوك وحدة بالتالي أنا من راح أضغط على أول لبنة بهذا البلوك راح تنفذ جميع اللبنات اللي تحتها بالتالي راح يضيف لذن العناصر الثلاثة إلى المتجه اللي موجود عندي خلينا شوفها أنا وياكم فقط راح أضغط عليها مثل ما داشتشوفون ضاف لي مثلث مربع ومستطيل ضاف لي مثلث ومربع ومستطيل هذا أول مطلب أنا وياكم حلينا اللي هو إضافة العناصر إلى قائمة اسمها أشكال موضحة في أدنى جبنا تلف لبنات ضفناهم ومن ثم ضفناها إلى هذا المتجه اللي احنا سميناه اللي اسمها تكان أشكال بعدها هنشوف المطلب الثاني شي يريد من عندي مطلب الثاني جدي يقول هنا عندي حذف العنصر رقم 2 من قائمة أشكال حذف العنصر رقم 2 من قائمة أشكال طبعا حذف العنصر رقم 2 هو يعني بي أنه اللي تسلسل 2 هنا راح أعتمد آني على التسلسل طبعا العنصر اللي هو تسلسل 2 مكتوب بداخله مربع بس هو ما حددني هنا ما دي يقول للمربع لا أنتاني تسلسل العنصر اللي موجود داخل المتجه ماتي أنا حتى حذفه أكو عندي هنا أكو عندي delete أكو عندي delete طبعا أكو عندي delete وعندي delete all delete راح تحذف العنصر عنصر delete all تحذف كل العناصر راح أجيب delete ضغط وسحب جبتها هنا هنا داخل هذا راح أحدد تسلسل مات العنصر اللي أريده حذفه جد رقمي 2 وحددت هنا القائمة مالتي اسمها أشكال المتجه اسمه أشكال ما معناته أنه راح يروح لهذا المتجه اللي اسمه أشكال بي رقمي 2 اللي هو مربع ومجرد راح أضغط راح نحذف المربع من هذا المتجه بالشكل اللي انتو تشوفوا هذا بالنسبة للجواب المطلب الثاني اللي موجود عندي داخل المتجه المطلب الثالث اللي موجود داخل المثال هذا هو استبدال عنصر واحد المثلث بالعنصر الخماسي استبدال عنصر اللي هو المثلث بالعنصر الخماسي طبعا العنصر اللي هو المثلث التسلسل مالتي هو التسلسل رقم واحد أوكي تسلسل رقم واحد بالتالي أنا ش راح أسويه هنا إنه راح روح أستبدله بالعنصر اللي اسمه خماسي طبعاً اللي بنا المسؤول عن استبدال العناصر في لغة سكراش وتتعامل مع المتجهات هي الربليس هي الربليس راح روح للبرنامج خلي ننفذها آنوا ياكم ونشوفها هذه هي الربليس اللي انتو داشتشوفوه هذه هي الـ variables عندي delete all replace item هذا replace item ضغطته وسحبت سويت replace item استبدلي راح أخلي تسلسل العنصر واحد تسلسل القائمة اسمها أشكال أيضاً حددت القائمة مالتي وذ شباش راح تستبدله كلمة خماسي راح أستبدله كلمة خماسي هاي الكلمة اللي انتو داشتشوفوها أمامكم استبدلتها بخماسي مثل ما داشتشوفون هناش أكو أكو عندي بالعنصر الأول تسلسل أول أكو مثلة طبعاً المفروض أني من أنفذ الربليسمنت راح يستبدله هذا بخماسي ضغطت استبدله بخماسي بالشكل هذا اللي انتو داشتشوفونا استبدله بالشكل اللي انتو داشتشوفونا هذا هو المطلب الثالث اللي موجود عندي بالمثال طبعاً هذا المثال احتوى على أشياء أساسية أولها كانت إنه إنشاء متجه اسمه أشكال إنشاء متجه اسمه أشكال المطلب الثاني إنه أنا أضيف عناصر إلى هذا المتجه ضفتها عن طريق اللبنة اللي هي آد بعدها حذفة عنصر معين محدد من هذا المتجه عن طريق تحديد تسلسلة وكان طبعاً عن طريق اللبنة اللي اسمها ديليت بعدها أنا استبدلت عنصر مكان عنصر استبدلت العنصر الثاني مكان اللي هو مربع مكان خلية خماسي هذه أيضاً كان أحد مطالب السؤال اللي موجود عندنا لو نلاحظ بنهاية الصفحة أيضاً أكون عندي سؤال أظهر طول قائمة أشكال في المثال أعلى أظهر طول قائمة أشكال في المثال أعلى طبعاً حتى أظهر طول أي متجه أكون اللبنة لبنة محددة تستخدم لأظهار الطول وهي لينث وهي لينث اللبنة اللي اسمها لينث خلي نشوفها أنا وياكم هذه اللبنة وكيفية استخدامها راح نزل الجوه طبعاً هو هذي اللينث مثل ما دا شوفوها أنا طبعاً كلها قد أتكلم بالVariables هذي الVariables جبتها هنا وشنو بيها فقط بيها لينث أوف وخلي اسم القائمة مالتي هي أشكال من راح نفذها هيطلع عندي شقد ثنياً ثنياً معناتها إنه أكو عندي فقط عنصرين هنا بهذا المتجه اللي موجود عندي لو إجيت آنوا ياكم رجعت نفذت آد مرة أخرى لشوفون ضاف لمثلث ومربع ومستطيل مرة أخرى لينث جقدم طاني خمسة ليش؟ لأنه أنا زيدت ثلاث عناصر على هذا المتجه اللي موجود عندي بالتالي مجموع العناصر كاملة أصبحت خمسة عناصر موجودة عندي كذلك أكو طبعاً مجموعة كلش كبيرة من اللبنات اللي ممكن أيضاً أنه أستخدمها مع هذا المتجه اللي موجود عندي مثلاً على سبيل المثال عندي هذه كونتينز أيضاً من الممكن أنه أنا أستخدمها أضيفها للمثال كما أطلب كونتينز وظيفتها هي البحث عن عنصر معين كونتينز وظيفتها البحث عن عنصر معين راح أمطي المحتوى متى هذا العنصر وراح يبحث لي داخل المتجه اللي موجود عندي إذا لقى فهي رجع لي true وإذا ما لقى هنا هيرجع لي false خلنا نشوف آدم إياكم راح أدور عفواً آن عن مثلث راح أدور عن مثلث راح أبحث عن مثلث هذه مثلث أوكي هذه مثلث مجرد أنه أنا هنفذ هذه هنفذ رجع لي رجع لي لو إجيت هنا قل أكتب متوازي متوازي أفلاع على سبيل المثال متوازي أفلاع أوكي من راح أنفذ هنا بالمتوازي أفلاع شحيرجع لي هنا عفواً راح يرجع لي false ليش لأنه المتوازي أفلاع ما موجود عندي بالمتجه هذا اللي أنا حددت اسمه أشكال بالتالي اللبنة contents شح سوي هنا عندي راح أترجع لي true في حالة أنه تبحث عن عنصر معين داخل المتجه إذا لقدته إذا وجدته راح ترجع لي true وإذا ما وجدته راح ترجع لي false هذا طبعاً كل ما يخص مثال اليوم اللي تناولنا بدرس اليوم إن شاء الله نتمنى أنه وصلت الفكرة بصورة صحيحة بصورة سلسة نتمنى أنه ترجعون تطبقون بعدنا هذا المثال حتى تكون فكرة كاملة حتى نهضم نعرف أنه كل المحتويات ما تم من الممكن أن تستخدمون لبنات أخرى متوفرة عدكم داخل اللغة مع هذا المثال في سبيل أنه نتعامل باحترافية مع المتجهات في لغة السكراش راح نكمل إن شاء الله بدروس لاحقة بإذنه تعالى دروس قادمة إلى ذلك الحين نستودعكم في أمان الله وحفظه موسيقى اشتركوا في القناة